السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه اخواتي واصحاب الغليين من كل مكان حوارين العالم النهاردة هنشوف مع بعض خلال ديئتين بس طريقة اخراج البيضة المحتبسة من انسة البطجي الرنبو موقف من ضمن المواقف الصعبة اللي ممكن تتعرض ليه ولكن لازم تكون انت عامل حسابك وتكون عارف ازاي تصرف في الحالة اللي زي دي ده هيكون موضوعنا ان شاء الله اللي هنتكلم عنه وخلال ديئتين بالزبط هنخرج البيضة من الانسة رائب معاي الطايم لاين ويلا بنا نبدأ على بركة الله ولكن اول حاجة عاوزة اذكرك بيها ما تنساش تعمل اشتراك في القناة من تحت من الزرار الاحمر وتأكد انك مفعل زرار الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار به اول حاجة هنعملها ان احنا مسكنا الانسة بادينا الشمال بين السبابة والوسطى سبتنا راس الانسة وبين صبعنا الاخير سبتنا الديل بتاع الانسة علشان خاطر ما يبقاش عامل لنا عقق اثناء عملية خروج البيض اول حاجة هنعملها لازم يكون معنا او جنب ايدينا منديل علشان خاطر اثناء ما احنا ما بنضغط على المنطقة بتاعت المجمع دي ممكن يطلع منها اي فضلات تبقى موجودة على البيضة فلازم باستمرار ننظف المكان ده او البول زي ما انتم شايفين كده معايا فاي فضلات موجودة لازم اشيلها وبعد كده بابدأ انظف وارجع استخدم المنديل تاني بعد كده فالذلك لازم يكون فيه منديل جنب ايدي باستمرار طيب تعاني جيب منديل تاني كده يكون تحت ايدينا الحركة اللي بعملها بتاعتي او الخلاصة او الفكرة من عملية اخراج البيضة المحتبسة ان انا بزق الجلد اللي موجود اللي حوالين البيضة للخارج وبعد الاتجاه الانسة وبعد كده بابدأ ازق من ورا لقدام بحيث ان انا اضغط الانسة بعمل برس ضغط للبيضة من الخلف للامام زي الولادة بالزبط الطبيعية كده بتاعت البناء ادمين لحد ما بتبدأ يغسل يطلع الغشاء اللي هو اللي موجود حوالين البيضة سنة سنة كده لحد ما البيضة ما تطلع معايا ما استعجلش وما اضغطش بسرعة اقول الحمد لله والشكر لله الغشاء الاحمر خرج وقاعد البيضة هي بتخرج بسلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ولا حوالي القوة الا بالله الحمد لله وشكر الله لك رب خرجت البيضة الحمد لله بسلام وخلال وقت بسيط بص كده عندك دقتين وثمان ثواني تقريبا فالحمد لله خلال دقتين بس خرجنا البيضة على خيرت الله الفكرة بتاعتنا او الموضوع بتاعنا غاية في السهولة ولكن لو انت اتبعت الخطوات الصحيحة لاخراج البيضة اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بزق بالمنديل وبنظف في نفس التوقيت على المكان او المجمع بتاع خروج البيض المجمع دوت او اسم المجمع بيتقال على منطقة بتاعت الاخراج اللي عند الانسة احنا كده خلصنا خلاص اخراج البيض ولكن هقولك على شوية بقى نصايح تعملها مع الانسة بتاعتك بعد عملية اخراج البيض اول حاجة لازم بعد ما اتخرج البيضة تتطمن ان الغشاء الاحمر اللي كان موجود اللي خارج من جوه الانسة من عند الرحم رجع مكانه الوضع الطبيعي زي ما موجود قدامنا كده وان الانسة مفيش اي نزيف او اي التهاب موجود عنده طيب لو لا قدر الله حصل نزيف او اي التهاب بززتون وبنمسح المنطقة دي على سبيل تعمل تطهير للمكان لازم ترحز الانسة ولازم تعمل الحركة دي بعمل هدية على سبيل ان تتطمن الانسة بتاعتك الانسة دي من الانس الحنيانة جدا الهدية اللي موجودة معايا وموضوع الاحتباس دوت امر عارض اول مرة يحصل عندها ورغم ان هي باضت قبل كده كذا بيضة وخرجهم بسلام من غير اي مشاكل ولكن سبحان الله ربنا اراد ان يحصل عندها احتباس وربنا اراد ان احنا نخرج البيضة برضو على خير الحمد لله هي الانسة بدأت تفوق وبدأت تتعافى وبدأت تحاول ان هي تطير وتخرج يمين وشمال كانت من شوية قبل ما نخرج لها البيضة كان وقفها خملانة وكشة وما كانتش بتتحرق خالص على غير المعتاد بتاعها ولكن دلوقتي الحمد لله بدأت تفوقها هيت وتجري وبدأت يعني هو بتحاول تحرك نفسها خلال الكم يوم دول هبدأ اتابع الانسة واشوف التغذية بتاعتها عاملة ازاي هل بتاكل من نفسها؟ بصوا هي طارت كمان هيت وهربت برا وزقت البيضة على طرف التربيزة هجيبها ونرجع تاني نكمل كلامنا خلال الكم يوم دول هنبدأ نتطمن على الانسة بتاعتنا هل الانسة بتاكل كويس ولا لأ؟ وبتشرب وبتحرك ولا لأ؟ لو امتنعت عن الاكل او حصل اي مشاكل هنأكلها دا وفورا ويفضل في مية الشرب دلوقتي انك تديها لمدة 3 ايام وضب ضحايا ويكون واسع المجال طيب ليه؟ علشان خاطر لو في اي فضلات منها من الاخراف بتاعها جاء على المنطقة بتاعت الرحم او المجمع بتاعها لجوة ما يسبب لهاش اي مشاكل او اي التهابات لقدر الله الحركة اللي بعملها دي كده انا بحاول اطمنها قبل ما ادخلها للعش بتاعها بعد كده بعد ما نشوف الفترة النقاهة بتاعتها خلال 3 ايام بعد كده البيضة الجاية ممكن هي تحطها بكل سلاسة ولكن برضو لازم المتابعة الدورية منك عشان خاطر تتطمن على ان الطير بتاعك بقى بصحة جيدة دا كان موضوعنا عن اخراج البيضة المحتبسة اتمنى كون نسفاتنا من الفيديو ما تنساش بقى دعمنا باللايك الجميل بتاعك والشير عشان غيرك يستفاد ولو ما كنتش اشتركت في القناة لسه حالا اضغط اشتراك من الزرار الاحمر اللي موجود تحت عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعر بي اسيبك على خير في رعاية الله اشتركوا في القناة